صباح الخير شكراً سيد نائب سيد نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيدات وسادة مسؤولية وممتلية لمنظمة العالمية للتجارة سيدات وسادة أعضاء وفود الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيدات وسادة البرلمانيون المحترمون السيد الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط السيدات والسادة الصفراء المحترمون السيدات والسادة ممثل المنظمات الإقليمية والدولية المحترمون حضرات السيدات والسادة أتشرف بأن أرحب بكم جميعا في مقر البرلمان المغربي وأود أن أعبر لكم جميعا عن شكر الجزيل على حضوركم ومشاركتكم في هذا الاجتماع البرلماني الرفيع المستوى الذي ستخصص أطوار جلساته لطرح ومناقشة قطايا التعاون التجاري والاستثماري في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الخاص للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وللمنظمة العالمية للتجارة ولكل المساهمين والشركاء الآخرين على هذه المبادرة القيمة التي ولا شك ستساهم في مزيد من التشاور المثمر حول مستقبلنا المشترك وستشكل فرصة مهمة لتعميق النقاش وتبادل الرأي بين مختلف المتدخلين حول أفضل السبل لتحقيق الشروط المتلى لإحراز المزيد من الخطوات على طريق تحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا وحول أنجع الوسائل لضمان مزيد من التعاون والتضامن لمصلحة ومستقبل شعوبنا ولا شك أن هذا اللقاء سيمكننا من متابعة مسلسل المقترحات والمبادرات السابقة الهادفة إلى تشخيص المشاكل ورفع العقبات التي تعاني منها المبادلات التجارية والاستثمارات في منطقة المتوسط وأفريقيا والبحث كذلك وهذا هو الأهم عن أجود الحلول الممكنة لتجاوز تلك العقبات كما يتيح لنا هذا اللقاء فرصة مواتية لتوحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بشأن الأسئلة والقضايا المطروحة على طاولة النقاش في أفق تقاسم رؤى مشتركة في فعاليات الندوة البرلمانية التي ستنعقد بمبادرة مشتركة من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية للتجارة في الأرجنتين خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل وهي الندوة التي ستخصص للتداول والتشاور في التجارة الدولية والتمويل والتنمية حضرات سيدات والسادة المحترمين من المؤكد أن الربط في محاور هذا اللقاء بين أفريقيا ومنطقة المتوسط كان أمرا في غاية الوجاة ذلك لأنه لا يمكن فصل تاريخ ومستقبل شعوب أفريقيا عن تاريخ ومستقبل شعوب منطقة البحر أبيض المتوسط فعبر التاريخ بلو على مدى التاريخ الطويل كان الفضاء المتوسطي دائما فضاء مفتوحا للحوار والتشاور والتعاون والتساكن والتضامن ليس فقط بين أمم أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وإنما فضاء مشتركا للإنسانية جمعا ومن هذا المنطلق فالواجب يحتم التفكير الجاد والبناء في تطوير صياغ وسبل العمل وطرق الاشتغال وتنويع آليات التعاون من أجل مستقبل مشترك لنا جميعا صحيح أن منطقة المتوسط وأفريقيا تعاني اليوم من مشاكل ومعضلات حقيقية وتواجه في نفس الآن تحديات متفاقمة منها ما هو مرتبط بعدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان وتنامي الهجرة غير النظامية وتدفق موجات اللاجئين الفارين من نزاعات والتوترات والحروب وتزايد الكوارد الطبيعية المرتبطة بالتحولات المناخية وانتشار الفكر المتعصب وتقافة الكراهية وتزايد التحديات ذات الطابع الأمني واتساع رقعة نشاط الحركات والمنظمات الإرهابية والإجرامية وغيرها من التحديات الكثيرة الكثيرة التي نعرفها جميعا وكل هذه التحديات والمعضلات تقف حجر عطرة أمام نمو وتطور واستقرار شعوب هذه المنطقة غير أن هذه المشاكل يمكن مواجهتها والتقليل من وقعها والحد من سلبياتها إذا اشتغلنا يدا في يد وفكرنا سويا في إيجاد الحلول البناء وخططنا معا لوضع أنسب السياسات والإستراتيجيات الكفيلة لتجاوز السعاب وفي مقدمتها تنمية المبادلات التجارية وتشجيع التجارة الدولية البينية القائمة على النفع المشترك وتشجيع الاستثمارات والرفع من حجمها إلى أعلى المستويات ذلك لأن الاستثمارات المباشرة تعتبر آلية فعالة لإنعاش الشغل والحد من البطالة والتوفير لمزيد من الفرص للشباب بغية تحقيق معدلات نمو تليق بتطلعات وآمال شعوب أفريقيا وشعوب البحر الأبيض المتوسط هناك قناعة راصخة في المغرب على أعلى المستويات قناعة لا أبالغ إذا قلت بأنها قد تحولت إلى ما يشبه العقيدة قناعة أنه في كل التحديات مهما كانت صعبة وقاسية وشريصة هناك فرص حتما إن تنمية وتطوير وتحسين تبادل التجاري والاستثماري يقتضي من جملة ما يقتضيه توفير جو من التقى المتبادلة بين الجميع وتوفير ترسانة قانونية ملائمة وتسهيل الإجراءات والمساطر وبناء مؤسسات إدارية واقتصادية تتسم بالحكامة الجيدة والتدبير الرشيد إضافة إلى ضمان استقلال القضاء ونزاهته على أن هذه المساعي لن تكتمل إلا برفع تحديات أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي سبق لي أن أشرت إلى بعضها وتتمثل في السعي الدائم والمستمر إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي واحترام القانون الدولي حضرات سيدات والسادة إن المملكة المغربية باعتبارها جزءا من الفضاء المتوسط والأفريقي معنية مباشرة بكل التطورات والتحولات التي تهم هذه المنطقة خاصة وأن المغرب كما تعرفون جميعا يعتبر حلقة وصل أساسية بين ضفتي المتوسط ولا شك أن المغرب كان عبر التاريخ الطويل ولا يزال ملتقا ومعبرا لسكان وشعوب الضفتين في كل الاتجاهات وأن المغرب عبر تاريخه الطويل كان ولا يزال أرضا لتلاقي مختلف الحضارات الأفريقية والمتوسطية وأرضا للتسامح والحوار والتعايش وبعد عودة المغرب إلى أحضان أسرته في الاتحاد الأفريقي وحصوله على الموافقة المبدئية لولوج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإصراره الدائم على التمسك بجذوره الأفريقيا أصبح أكثر من أي وقت مضى مدعوا للقيام بدور أكثر فاعلية وحيوية في مسارات التجارة الدولية وفي تدفق وتوطين الاستثمارات في قارة أفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية فالمغرب بما يتمتع به من استقرار ومن أمن وبفضل ما راكمه من تجربة مؤسساتية وتشريعية رائضة وبما لديه من علاقات اقتصادية وتقافية وروحية وإنسانية متينة مع مختلف شعوب المنطقة مؤهل ليكون بلدا أفريقيا متوسطيا لا غنى عنه في العلاقات الدولية لهذه المنطقة برمتها تلك هي قناعة جلالة الملك وقناعة القوى الحية للمجتمع المغربي وللتذكير فقط فإن المملكة المغربية قد انخرطت بجدية وبمسؤولية منذ عدة سنوات في تنفيذ العديد من المخططات والاستراتيجيات الإصلاحية المرتبطة بمحاوري ومواضيع ندوة اليوم وهي مختطات واستراتيجيات لا تعد إلا جزءا من ورش كبير ورش إصلاحي كبير انخرط فيه المغرب ويصر بقيادة جلالة الملك على المضي فيه إلى أبعد المضى ومن ضمن المختطات والاستراتيجيات ذات صلة بمحاور ومواضيع ندوة اليوم هناك مخطط إصلاح الاستثمار المعروف باسم الميتاق الجديد للاستثمار والذي أصبح اليوم من الأولويات الملحة والمطروحة على المؤسسات الدستورية المغربية ويهدف هذا الميتاق إلى المساهمة في إقلاع اقتصادي حقيقي قائم على التحسين المستمر لمناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة إذا علمنا أن المملكة المغربية قد صنفت خلال السنة الحالية في المرتبة الأولى على المستوى الأفريقي كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة كما صنفت من قبل تقرير ممارسة الأعمال الصادر هذه السنة في الرطبة الأولى على صعيد شمال أفريقيا والرطبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية والرطبة 68 على المستوى العالمي من أصل 190 دولة هذا فضلا عن أن المغرب قد أصبح بفضل الخضور الدائم وبفضل السياسة الرشيدة الميدانية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله شريكا تجاريا قويا على مستوى القارة الأفريقية وتحضرني إحصائيات صدرت قبل بضعة أشهر تفيد بأن المغرب قد أصبح اليوم الشريك التجاري الثاني على مستوى القارة الأفريقية والشريك التجاري الأول على مستوى منطقة غرب أفريقيا حضرات السيدات والسادة ضيوفنا الأعزاء لا مناصة في الأخير من التأكيد على الدور الرائد الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات في تحقيق مطامح وآمال شعوبها هذه هي قناعتنا هنا نحن البرلمانيون المغاربة من خلال تبني تشريعات والقوانين الكفيلة بتحقيق تنمية بشرية متعددة الأبعاد قائمة على المساواة والحرية والكرامة للجميع وهادف إلى توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وضمان حقوقهم الأساسية ومن جهتهم يمكن للبرلمانيين بفضل مجهوداتهم المشتركة تقديم أفضل الحلول واقتراح أنجع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وصياغة أجود القوانين من أجل تهيئة الشروط التي تضمن توفير فرص العيش الكريم أو الحد المعقول من العيش الكريم على الأقل لكل الناس بدون استثناء مرة أخرى وحتى لا أطيل عليكم أجدد باسم مجلس المستشارين المغربي كامل الشكر والإمتنان لكم جميعا على حضوركم وعلى مشاركتكم وأتمنى لأشغال هذا اللقاء الرفيع المستوى كل التوفيق والنجاح وكل أمل في أن تسفر مساهمات سيدات والسادة المتدخلين والمتدخلات في جلسات هذا الملتقى عن خلاصات وتوصيات مشتركة وموحدة إزاء القضايا والأسئلة المطروحة بما يخدم مصلحة شعوبنا ومصلحة كل شعوب العالم شكرا لكم على حسن انتباهكم وحسن إصغائكم شكرا جزيلا لسيد حكيم شماس رئيس مجلس المستشارين المحترم شكرا 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 جزيلا لسيد حكيم شماس شكرا جزيلا لسيد الحلم شكرا جزيلا لسيد الحلم . . . . . . من الضبكات الملك المنظرات العمولية القومية المترجم للقناة Je voudrais également souhaiter la bienvenue aux représentants de l'Organisation mondiale du commerce. L'APM a choisi d'agir avec vous et elle est fière d'avoir établi une coopération forte avec votre organisation. Notre partenariat est la preuve que l'APM va dans la bonne direction et il est aujourd'hui reconnu au niveau international comme un partenaire fiable et efficace dans l'encouragement du développement économique et social. La conférence d'aujourd'hui est la continuation d'autres événements tenus à Genève notamment les conférences parlementaires de l'APM organisées en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et elle renforce davantage nos liens et nos partenariats avec les systèmes des Nations Unies, l'OMC et les institutions financières internationales. Les pays méditerranéens et l'Afrique subsaharienne se remettent progressivement de la crise économique qui a frappé le monde entier en 2011. Mais un grand nombre d'indicateurs ne sont pas encore complètement récupérés et sont toujours loin du niveau de l'avant-crise. Pour n'en citer que quelques-uns, il reste encore beaucoup à faire en termes de création d'emplois, de l'internationalisation des entreprises, de la facilitation du commerce, des investissements, du soutien au PME et de la formation professionnelle. En plus de la crise économique et du chemin difficile vers un rétablissement complet, les conséquences économiques de certains événements liés à ce qui a été baptisé à l'époque le printemps arabe sont encore là. Pas seulement pour les pays qui les ont vécus directement, mais aussi pour les autres pays de la région qui ont vu leurs opportunités d'échange se réduire considérablement. Un autre élément crucial à signaler est la croissance démographique dans la région méditerranéenne et en Afrique subsaharienne. Je citerai un seul chiffre pour ce qui est de la région MENA. D'ici à 2050, sa population aura augmenté de 20 millions d'habitants, c'est-à-dire 20 millions de personnes qu'il faudra nourrir, 20 millions de personnes auxquelles il faudra assurer l'éducation, la santé, l'emploi, etc. Le commerce et les investissements sont des facteurs clés pour offrir à ces populations les opportunités nécessaires et contribuer à faire face à tous ces besoins. La facilitation du commerce en termes de simplification, modernisation et harmonisation des procédures d'importation et d'exportation devient indispensable pour le système commercial mondial. Et la Méditerranée n'est pas une exception. A ce propos, j'espère, l'OMC contribuera amplement à notre discussion d'aujourd'hui et l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges est une étape majeure à cet égard. L'APM a déjà abordé ces sujets dans le passé, très souvent en coopération avec nos amis des Nations Unies. Nous avons analysé le modèle du système de guichet unique, ce qu'on a appelé le commerce sans papier, ainsi que l'amélioration des infrastructures pour accélérer les procédures. Par ailleurs, permettez-moi de signaler que les développements politiques dans la région ont rendu inévitables pour la communauté internationale en général et pour l'APM en particulier un déplacement de priorité. La croissance économique durable fait partie de la solution aux défis posés par le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation. Je viens de mentionner l'importance de fournir aux jeunes des opportunités, offrir des emplois et la perspective d'une vie décente et digne contribuera à la lutte contre le terrorisme. Pendant cette conférence, mesdames et messieurs, nous aurons l'opportunité d'écouter des experts de plusieurs organisations internationales, des institutions financières, des organismes gouvernementaux et du secteur privé. Chaque session inclura également du temps mis à notre disposition, nous, les parlementaires, pour débattre sur les thèmes qui figurent à l'ordre du jour. Il est de notre devoir en tant que législateur de faire de notre mieux pour promouvoir à travers notre action législative des conditions économiques meilleures pour nos peuples. C'est pourquoi je veux réitérer, comme ça a déjà été fait par le secrétariat de l'APM lors de la préparation de cette réunion, la demande à tous les experts qui prendront la parole de souligner d'une façon la plus claire possible des propositions législatives spécifiques que les parlementaires pourraient examiner et faire adopter pour réaliser des progrès concrets dans le commerce régional et dans l'intégration économique. Je voudrais aussi m'adresser à l'OMC, notre partenaire, pour souhaiter davantage que les parlements et les parlementaires doivent être impliqués dans les discussions de haut niveau de l'OMC et, pourquoi pas, à terme, assurer une certaine dimension parlementaire des travaux de l'Organisation mondiale du commerce et le prochain, comme a été cité tout à l'heure par M. le Président Don Cariot, ne souhaitant que les parlements aient leurs mots dans les discussions de haut niveau de cette organisation. En ce qui concerne la Méditerranée, je voudrais citer un exemple. La Méditerranée et l'Afrique. Les pays de l'Union européenne partagent sans doute des bonnes conditions d'échange entre eux. Mais, quand les pays extérieurs à l'Union européenne sont impliqués, beaucoup d'entre eux sont confrontés aux problèmes liés aux règles de l'Union européenne. Et je veux dire de quoi il s'agit. Ces règles disent que chaque accord bilatéral entre un État non européen et un État membre de l'Union européenne doit être appliquée à tous les États membres de l'Union européenne. Un grand, grand, grand problème pour les pays qui se retrouvent finalement en face d'un énorme bloc, alors que des accords bilatéraux peuvent faciliter le commerce et les échanges. Mais ça, c'est juste un thème pour la discussion, évidemment. Nos délégués, d'ailleurs, à PM, ont tenu des discussions sur ce sujet il y a quelques semaines à Belgrade et à New York. Je voudrais également réitérer qu'une zone de libre-échange méditerranéenne reste et restera toujours un souhait de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Si on considère l'Afrique du Nord, justement, on se rend immédiatement compte que le commerce dans cette région est malheureusement très limité par rapport à son immense potentiel. On pourra dire la même chose à propos des échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, ce sont des réflexions que je voulais partager avec vous et j'espère sincèrement que les orateurs qui prendront la parole au cours de cette conférence traiteront ces questions et sur la base de leur expertise, ils suggéreront des solutions à adopter pour surmonter les difficultés actuelles. Nous avons devant nous deux journées riches en contenu. Je suis sûr que demain soir, nous serons tous enrichis de propositions et d'idées à mettre en œuvre du point de vue législatif au niveau national et régional avec l'objectif final de multiplier et d'améliorer les possibilités des citoyens méditerranéens et africains. Le chemin vers la paix sociale, la stabilité et la sécurité passe par le commerce, les investissements et l'emploi. Je vous remercie, messieurs les dames. Merci d'avoir regardé cette expérience. 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 Je suis beaucoup plus fémini à donner son nom et à la comprécie. Je me suis désormais aujourd'hui. Danaa Gelé, il est en errant au plus. Merci d'avoir regardé cette expérience pour la majeure d'amélioration pour que la charison sous les vies. On ne s'apte pas, il n'a plus une comprécie. لا يوجد معنا هنا في الرباط لكنه يتابع اجتماعنا اليوم باهتمام كبير وله بطبيعة الحال انتظارات كبيرة بالنظر إلى أهمية الجمعية البرلمانية لدول متوسط وأهمية الدور الذي يمكن تلعبه هذه الجمعية بالنظر إلى مسائل التجارة العالمية وفي الحقيقة في الوقت الحالي هذا الهتمام من المدير العام أو من الجمعية البرلمانية لدول المتوسط له وقع خاص لأن التجارة العالمية كما تعرفون ومنذ حوالي خمس أو ست سنوات هناك انخفاض هيكلي بالتجارة العالمية وكذلك هناك تخوفات كبيرة من سياسات الحماية أو ما يطلق عليه في عدد من الدول سواء دول كبرى أو سواء دول صغرى فهناك يعني إغراء لهذه المسائل الحماية في عدد من الدول لذلك فإن المدير العام سيد روبرتو عزفيدو للمنظمة العالمية تجارية سيتواجد في مراكش ابتداء من يوم الغد بمعية طبعا وزير التجارة المغربي ووزيرة التجارة في الأرجنتين اللي هي رئيسة المؤتمر الوزاري كما تفتلت من سيد رئيس وكذلك حوالي أربعين دولة وزراء خارجي وزراء تجارة أربعين دولة هي أعضاء في المنظمة والهدف من هذا الاجتماع طبعا في مراكش هو التباحت في هذه المواضيع لماذا هناك انخفاض التجارة العالمية لماذا هناك سياسات حماية وكذلك بالنظر إلى محاولة الدفع بالمفاوضات اللي هي موجودة في المنظمة منذ حوالي عشر سنوات عدد من المواضيع يتم تفاوض عليها ولكن النتائج تظل غير مهمة من عدد من الدول وهذه المواضيع منها مثلا المواضيع الزراعية أو مواضيع تجارة الخدمات أو المواضيع المتعلقة بالتجارة والتنمية وكذلك من المنتظر من اجتماع مراكش أن الوزراء اللي مجتمعين في مراكش بشكل غير رسمي يعني أن ينظروا إلى كيفية التعامل مع عدد من المواضيع التي نطلق عليها نحن في جونيف أو في المنظمة المواضيع الجديدة أو المواضيع المتعلقة بالتجارة الرقمية أو كوميرس إلكترونيك كوميرس أو كيفية تعامل المنظومة التجارية العالمية مع مسائل أو مشاكل المقاولات الصغرى والمتوصلة أو كذلك كيفية تعامل مع تيسير الاستثمار من أجل التنمية أو investment facilitation for development أو تيسير تجارة الخدمات يعني كل هذه المواضيع الآن تطرح على طاولة المفاوضات هي ليست على أجندة المفاوضات الموجودة حالياً مسمات بأجندة الدوحة لكن عدد من الدول داخل المنظمة تطرح هذه المسائل الجديدة وتقول أنه لازم يكون فيها مثلاً قرارات الهدف الأساسي طبعاً من الاجتماع في مراكش يبقى هو التحضير للمؤتمر الوزاري كما تفضلتم السيد الرئيس الذي سيتم في شهر ديسمبر القادم بالأرجنتين بونس آيريس ومن المنتظر أن يتخذ هذا المؤتمر الوزاري قرارات هامة بشألي كل هذه المواضيع التي ذكرتها وكذلك بالنسبة لبعض المواضيع الجديدة أو نيو إشوز كما قلت من خصص التجارة الرقمية إلى آخر الآن بعد التكلم باللغة العربية استسمح السيد الرئيس وأستسمح سيد الحضور بأن أتكلم بإحدى اللغات الرسمية من المنظمة العالمية للتجارة كما تعرفون اللغة العربية لحد الساعة ليست لغة رسمية داخل المنظمة اللغات الرسمية هي الفرنسية والإنجليزية أو الإسبانية اللغة العربية لحضورة العربية لحضورة العربية لقد رسم المنظمة العربية لحضورة العربية لإنجليزية أو الأنجليزية أو مكتابة بإستعمالي يترجم بالعبير Il y a une diversité dans cette maison de profils économiques, pays développés, pays en développement, avec beaucoup d'intérêts très différents en matière commerciale. Et pour l'OMC, l'APM, en quelque sorte, reprend le microcosme de l'OMC. Vous avez donc les pays développés, les pays en développement, vous avez des pays qui sont à l'intérieur de l'OMC, des pays qui demandent l'accession à l'OMC. Vous avez des pays qui ont des intérêts en matière agricole, des intérêts en matière industrielle, qui sont plus forts dans les services. Donc il y a une diversité extraordinaire et je pense que cette diversité peut naître une force. Une force de proposition et de construction du consensus. En quelque sorte, vous pouvez être un laboratoire pour le multilatéralisme, pour l'OMC. Je vois déjà beaucoup de choses sur lesquelles l'APM pourrait être une force de proposition et de rapprochement des opinions dans la Méditerranée sur les questions commerciales et sur les questions de l'OMC. Alors pour ne citer que quelques thèmes, d'abord sur les accessions à l'OMC, je pense qu'il y a un rôle évident pour aider les pays dans l'APM qui demandent l'accession à l'OMC. Je pense sur, deuxième lieu, l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges est un sujet aussi sur lequel nous pouvons débattre, on va en débattre, mais sur lequel vous avez peut-être un rôle à jouer. Sur la facilitation des investissements et les services également, je pense que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler ensemble. Et également, je pense que sur les questions du commerce électronique et notamment les diverses questions de protection des données privées, il y a également des choses sur lesquelles nous pouvons discuter ensemble. Bien sûr, ma liste pourrait être très très longue, mais je voudrais juste dire ceci. Soyez-en certains, si on réussit à forger un consensus parmi les multiples centres d'intérêt dans la Méditerranée, il est fort à parier que ce consensus puisse devenir multilatéral ou mondial. Ce potentiel est fort prometteur et est certainement utile pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, depuis l'année dernière, nous vivons au niveau mondial des événements accélérés et des changements qui peuvent désorienter plus d'un. En fait, il y a seulement une année et demie, qui aurait pu parier que la Grande-Bretagne serait en train de négocier un divorce coûteux et douloureux avec l'Union européenne ? Et qui aurait pu imaginer que le leader du monde libre, entre parenthèses, et grand supporter du système multilatéral puisse suggérer un retrait des institutions internationales ? Dans notre monde d'aujourd'hui, si tumultueux, je pense que l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée détient un profil très intéressant de constructeur de consensus ou constructeur, building constructeur, pour s'exprimer en bon français. Ce profil peut aider, en vue de s'approprier, peut aider l'APM, en vue de s'approprier des positionnements stratégiques sur les questions climatiques, économiques et commerciales, pour me limiter à ces trois grandes thématiques importantes. A l'OMC, nous avons besoin de cet engagement, notamment dans la perspective de la 11e conférence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires en décembre prochain. Les préparatifs pour Buenos Aires profitent bien évidemment de la dynamique que nous avons eue ces dernières années à l'Organisation mondiale du commerce où des accords majeurs ont été conclus, comme l'accord sur la facilitation des échanges, qui a un potentiel de gains d'à peu près 14% du commerce mondial, gains additionnels, ou un accord qui a été passé en 2015 sur l'élimination des subventions agricoles et le potentiel qu'il peut avoir pour les relations sur les deux rives de la Méditerranée, ainsi qu'un accord que quelques membres seulement de l'OMC ont pu conclure aussi en 2015 sur l'élimination des droits de douane sur les produits de la technologie de l'information ou un accord ATI, comme il est connu dans le jargon un peu de l'OMC. Cet accord sur l'élimination des droits de douane sur les technologies de l'information est un accord qui représente quelque chose comme 1300 milliards de dollars et pour vous donner un ordre de grandeur, cet accord représente ou vaut plus que toute l'industrie automobile mondiale réunie. Donc il y a des choses positives qui se passent, il y a des dynamiques positives, mais malheureusement, cette dynamique rencontre également des difficultés. En effet, on a à l'heure actuelle des divergences très marquées. entre les membres de l'OMC sur les sujets à négocier et aussi sur la possibilité ou non de négocier des sujets autres que ceux que l'on connaît depuis des années sur l'agriculture, etc. Donc il y a une divergence par rapport à la possibilité de négocier un accord sur le commerce électronique, on n'a pas un consensus là-dessus, on n'a pas un consensus sur la possibilité de négocier quelque chose pour les petites et les moyennes entreprises, et on n'a pas un accord sur la facilitation des investissements. Donc vous voyez, quand je disais le rôle de l'APM est crucial pour construire le consensus, il y a là, je pense, des chantiers très prometteurs. Beaucoup de questions, je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'on aura amplement le temps de discuter et de débattre. Je ne voudrais pas terminer sans vraiment remercier tous les organisateurs pour l'organisation et pour la qualité aussi des intervenants. Je pense que nous avons deux jours de travail très fructueux devant nous et je pense en toute sincérité que cette première réunion n'est que le début d'un partenariat utile, efficace et fructueux, je l'espère. Je vous remercie. Merci.